حزب النور كان استشهاد بنتنا أسماء البلتاجي كان الساعة 12 زورا ودكتور البلتاجي لم يغادر الميدان حتى أخرجت أسماء أو جسد أسماء خرجوها أخوتها ساعة واحدة زورا دكتور البلتاجي أولا لم يغادر الميدان أغير الساعة السادسة كان من أواخر من غادروا الميدان سواء كان في ميدان الرابع أو في ميدان التحرير ساعة صورة 25 يناير أنا أقول أن أسماء لم تنخدع بكلام أبيها يعني كل هذا الكلام أسماء كانت لها شخصية كانت لها رؤية سياسية عارفة هي بتعمل إيه ما كانش هاد حد يقدر يكونها أسماء كانت مقتنعة باللي هي بتعمله حتى أن الاعتصام كانت تقريبا كانت بدأ من يوم 28 ستة أسماء رفضت النزول من يوم 28 ستة ولكنها أصرت ونزلت من يوم 3 سبعة من يوم إعلان الإنكلاب ومن بعد مصادر عن البيان الإنكلابي يعني لم تغادر الميدان وكنت أنا اللي بأليح عليها أن إحنا نخرج شوية من الميدان نستريح شوية وهي كالبوتورفولز كانت مصرة إلى أن هي تبقى في الميدان إلى النهاية فلم تنخدع بكلام أبيها أبدا وهي يعني كانت صاحبة رأي وصاحبة قوة في الشخصية وليها يعني إيه لأن محدش كان يقدر يفرد عليها ده بل بالعكس إحنا هي كانت أستاذدنا وإحنا اللي كنا دايما بناخد منها الأراء الصحيحة إحنا ممكن إيه نسترشد بيها ونمشي بيها يعني هو متحالف مع الجيش أنا مش أقول هو مؤيد بل هو مشارك في الإنكلاب طبعا مواقفهم معروفة وموضوحة واضحة جدا من الأول لا تحتاج إلى أي دليل هم يريدون تشويه صورتنا عايزين يقولوا إن إحنا القيادات أو الدكتور البلتاجي إن هو ساب ولاده في الميدان وغادر وساب الميدان وساب بنته وإن ده كلام عاري تماما عن الصحة وبتشهد فيه حاجات موثقة بتشهد إمتى كان استشهاد أسماء البلتاجي والدكتور البلتاجي كان موجود على منصة رابعة إلى النهاية يعني بعد استشهاد بنتنا أسماء وهو اللي أعلن أنها بقى استشهادتها من على المنصة فما يقوله كله هذا يعني كذب وافترع ترجمة نانسي قنقر